في هذه اللحظات أنا معي واحد من أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت وهو واحد في الحياة يتقلق بالشكل الملفت جداً وهي شيء ليس جديد عليه أن يتقلق أيمن أشرف في الحياة أيمن برحب بك في البداية وماشاء الله عليك مستوى أكثر من رائع على مدار سنتين كاملين لا أريد أن أقول فترة اللي فاتت فقط يا عبد الحقيقة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً في الأول برحب بك طبعاً وبرحب مشاهدين قناة الناد الأهلي أهلاً بك يا أشرف ببرك لك على المستوى مستوى أكثر من رائع مبارات الأخرى نرى أيمن أشرف يتقلق ويؤدي أداء ممتاز وزي ما قلت من شوية مش فترة معينة لا مستوى ثابت ما شاء الله على مدار سنتين تقريباً مع النادي الأهلي حتى وانت بتلعب في مركز المساك لو أصلاً ما كانت مركزك أنت دائماً بتلعب باكليفت لكن بتوجيد في هذا المركز بشكل مبهر في الحياة فأنا أريد أن أبرك لك وأريد أن ألتحيات كل جميير النادي الأهلي لك بعد هذا الأداء بالله بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً الواحد يعني يكتهد ويتعب خلال الفترة اللي فاتت وكل يوم هيتعب في فترة كده معينة كالواحد يسمع انتقادات في النادي الأهلي ليسiffe للماغار لجيء ويازمي أن يقوم بمذر وبادي وهو كان ه ponti ملعب لكي تفرحت جمهور The Nobody لكن هذا هو المهمة في القصة كلها فمن النادي السقوات والمن يتعب في الملعب في الواحد سيجد أبطئ ملعب في الأخير سيجد شيء جيد لماذا تتم تسطيع إنتقادات أنت ذكرت هم هذا أنا واحد وه obes complet في بعض اللعبة قد تتأثر من ضغوط Tag, وهذا طبيعي 됩니다 يبقى هناك ضغوط في النادي الأهلي، لكن أنت رأينا شكل مغاير، لا أريد أن أقول مغاير تماماً لأنك كنت تؤدي بشكل جيد، يمكن أن التوفيق لم تكن حليفك في فترة من فترات، لكن هل تعاملت كيف مع هذه المواقف؟ وكيف استطعت أنك بمنثالة معينة وعقلية معينة أنك تتخطى كل هذه الصعاب وتظهر بالشكل المبسوط به جداً جمهوري النادي الأهلي؟ والله دائماً أنا عندي شيئاً من جواياً، أنني دائماً لا أحب أن أتكلم كثيراً، وليس أريد أن أسمع أيضاً، يعني أمكن أن أسمع أشياء إيجابية خفيفة من أشخاص قريبين مني، أو أشخاص قريبين مني يتكلمون معي أنك لديك أشياء سلبية، فدول أكتر نس بسمع لهم، ممكن أن والدي أكتر أحد أسمع له في النقطة ديت والدي وأخوي، ممكن أن أكتر نس بسمع لهم أنهم ما يكتبون لدي، يعني إنه لديه شيئاً سلبية أو يجبئاً، لذلك دائماً أقافل ودائني، وأقافل اللساني دائماً، حتى لو انا من جواي متضايق فبطلع الغل دوت في الملعب في التمرين بكتهد اكتر ممكن انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا فدائما لازم تكتهد لان جمهور النادي الاهلي دائما بيفكر في النهاردة وبكرة ما بيفكرش في مبارح انت خلاص عملت مبارح تاريخ خلاص بيتنسي فكر نهاردة وبكرة هتعمل ايه هتفرحهم ازاي هتبسطهم ازاي فده كل تفكير انا قشخصيا يعني ان انا اكتهد النهاردة وبكرة وكل يوم عشان اقدر افرح جمهور النادي الاهلي ده التفكير المطلوف في الحياة ومميز جدا من احد نجوم النادي الاهلي ايمن اشرف لكن بالتحديد خلاص خدت على مركز المساك ولا يعني بتحن ساعات لمركز الزاهر الايس لا انا ولعب بالك كتير مساك لا لك كتير او بس الاساس يعني كنت بتبعت في القطاع النشقين ولا اول ما كنت مع النادي الاهلي تلعت كنت بتلعب باكليفتي لا وباروح المنتخب بلعب باكليفت يعني لا الحمدلله انا عندي مرونة في الحتة دي كويس يمكن الامور ما بتاخدش وقت مني كتير لو لعبت في باكليفت يعني باندمج بسرعة لان انا عارف حاسيات اه يعني عارف حاسيات ده و المركز دوت عارف التحرقات بتوما عاملت ازاي ممكن في وقت من الوقات طبعا التوفيق مباش موجود لكن اللي اجتهد الواحد بيجتهد وبيحاول يعمل اللي عليه ده الاهم لانك تكتهد وتعمل عليك لك التوفيق دوت بيجي دايما للمجتهد طول ما انت بتكتهد توفيها يجي لك دايما يعني لكن مش مائل لمركز عني التاني بتأدي هنا وهنا ما شاء الله بنفس الكفاءة مش فيش مركز معين نفسك تكون متواجد فيه او تفضل مستمر لا خطيق باكليفت دلوقتي عشان عاية معلول موضاح يبقى صعب شوية ما شاء الله ويتقلق وانت كمان كمساك احد النجوم الكبار يعني لا يعني وانا يمكن دايما يعني المدير فاني دايما بيسألني انت تحب تلعب ايه زي ما انت شايف انا اقدر العب اللي اتنين باكتهد العب في اللي اتنين شوف انت وجهة نظرك انا اعمل حاجة عندي ان اكون في الملعب اكون في وسط ال 11 ايا ان كان هنا او هنا المهمة كون موجود والعب فدي بالنسبة لي حاجة مهمة فاني ابقى انتكلم في الحدث الاهم اللي احنا فيه دلوقتي بطولة كاس العالم الاندية وهو تتويج لمجهود كبير جدا لنجوم النادي الاهلي بعد بطولة دورة ابطال افريقيا وكانت ضغوط كبيرة ان احنا كان لازم نكسر بطولة دي بعد فترة كبيرة جدا احنا الحمده اللي اكسنا البطولة ودلوقتي كاذي تودين في كاس العالم للاندية ويتفكروا ازاي في بطولة الكاس العالم الاندية ويتفكروا ازاي في اول مباراة امام الدحيل بالله دايما يعني كذلك احنا كسبنا بتورة افريقيا بصعوبة يعني في مراحل كتيرة جدا كلت صعبة بالنسبة لنا في منها كورونا ومنها مطشط صعبة بره ارضك ويعني في منها مطشط صعب جدا فانت أخدت البطولة مستهلة فنا دايما بينون البعض احنا ماخدناش البطولة سهل ووصولنا هنا لم يكن سهل، فنحن يجب أن نتعب أبعاف لكي نستطيع أن نفرح جمهور النادي الأهلي الذي دائماً مسندنا في ظهرنا مباراة بايرن، لا أريد أن أتطرق لها لأننا لم نصلنا إلى بايرن لدينا عقبة قوية جداً وصعبة جداً عمام فريق إلا إلدحيل لكن هل هي في حد ذاتها دافع بالنسبة لكم أن تفوزوا في المباراة الأولى لكي توجدوا فريق كبير بحجم باير ميونيك أم لا تفكروا كيف تحديد في المرحلة التي نحن فيها فقط أريد أن أوضح هذه الجزئية للجمهور النادي الأهلي لأن البعض يتكلم دائماً في نقطة سبعيدة وليس مباراة الضحيل، فأريد أن تفكير اللعبة لجمهور النادي الأهلي كيف تحديد بالتحديد في الجزئية؟ نحن دائماً اللعبة تفكر بطريقة مختلفة عن الجمهور والجمهور دائماً يفكر طموح نحن طموحين بكل شيء، لكن نحن دائماً نفكر في واحد قبل اثنين لا يمكن أن نفكر في اثنين لأن إذا فكرت في اثنين قبل واحد، ستبقى الأمور صعبة جداً في واحد لو ستتخطى للمرحلة الأولانية ستبقى صعبة ولكن لذلك نحن دائماً نفكر بعض أن نحن لازم نفكر في المطش الذي جاي هذا الأهم، هذا الذي سيوصلك بعد ذلك فهذا المهم بالنسبة لنا الآن، أن نحن نفكر فيه بشكل جيد جداً نحن دائماً فريق قوي جداً وصعب جداً؟ عندهم لعبة مهارية على الأعلى مستوى، وعندهم فرقة تكتيكية منظمة جداً فأعتقد لا يبقى مطش صعبة جداً، وفي بطولة كاس عالم، الموضوع مسهل طبعاً وعلى أرضهم هنا كمان، يعني باللعب ومين على أرضهم، فالموضوع كمان مسهل طبعاً نحن نفكر أن نعدي المطش الأول على خير إن شاء الله كده، ونكون يا رب موفقين، نقدر نعدي إن شاء الله نفرح بمهور النادي الأهلي بمهور النادي الأهلي، استقبلكم مستقبال أكثر من رائع هنا في الحقيقة، ويعني تشجيع كبير وهتفات كبيرة لنسبة لكم استقبلتوا هذه الهتفات كبيرة، وستقبلتوا التشجيع الكبيرة كبير من جمهور النادي الأهلي المتواجد هنا قبل انطلاق البطول؟ والله يمكن حاجة فرحتنا كلنا كلنا كلاعيبة، عبديل مساندة وصلة لبرا مصر بشكل كبير، جمهور كثير كان موجود برا المطار، طبعاً حطت علينا مسؤولية كبيرة، أكثر من المسؤولية التي كانت عندنا، نحن لازم نفرح الجمهور الذين هنا، ونحارب أن نفرحهم هنا، لكي نفرح جمهور مصر، وممكن عندنا في كل العالم جماهير، لكي نفرحهم لازم نحارب، ونكون على قد المسؤولية هنا هل تلعبوا أول مباراة قدام جمهور النادي الأهلي، كنتم مفتقدين وبكل تأكيد؟ طبعاً، هذا شيء بسطنة كلنا، لن تشاهد جمهور، سنسمع صوت جمهور ثاني في فودانا، وأنهم يشجعونها بقوة مثل الفترات الأولى، بعض كان يأخذ جمهور الأهلي في الملعب، يجب أن يعمل ضغط على بعض اللاعبين، فبالتالي يمكن أن المستوى يهتزد قليلاً، هل أنت ترى هذه الطريقة؟ أو تفكر في هذه الطريقة؟ أو بالنسبة لك، تأخذ الجمهور أكبر دافع أن تقدم أحسن مستوى، وتحاول نتيجة جيدة بالنسبة للفرد؟ بالعكس طبعاً، بالعكس يمكن أن الجمهور في الملعب تكون أكثر حماساً، تكون أكثر فعالية، حتى في وقت ممتش، تبقى مثلاً واقع شوية، تبقى مضغوط شوية، لكن الجمهور عندما يبدأ شجعك تاني، تبدأ الأمور تتحسن، تبدأ أداك تتحسن، لا، طبعاً لا يمتش ضغط على اللعبة، بالعكس هذا يدي حافظ ومعنويات عالية للعبة في الملعب، أكيراً بقى رسالة للجمهور نادي الأهلي بما أننا اتكلمنا عن جمهور نادي الأهلي هو العمصر الأهم بكل تأكيد في المنظومة، فأنت حابب تقول إيه الجمهور قبل أول مباراة في كاس العالم الاندي؟ والله دائماً أنا بشكرهم على المساندتهم دائماً في الحاجة السلبية قبل الحاجة الإيجابية، ونحن طبعاً بنوعده من أن نحارب على كل ماطش وعلى كل بطولة بندخل فيها، بداية من الماطش اللي جاي، نحارب حتى نفرحهم إن شاء الله، وإن شاء الله يبوا مبسوطين بنا بإذن الله، أنا أشكرك جداً وأتمنى لك المزيد من التقلق بإذن الله، شكراً حبيبي ربناك 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 شكراً، شكراً،